النهاردة الاتحاد الافريقي ومن خلال حساباته الرسمية وحنا بنبدأ اخر اخبار الترند بيبدأ يتكلم بعد اول اسبوع من فوز الاهل بهذه البطولة الكبيرة دوري ابطال افريقيا النهاردة حساب الاتحاد الافريقي في بطولتي دور ابطال افريقيا وكاس الكنفدرالية بيتكلم على الليلة الاثناشر اسبوع مر على تتويج الاهل بدوري ابطال افريقيا البطولة اللي احنا شايفين صور اللعيبة في وقت الاحتفالات في استاد القاهرة وزي ما قلت لحراركم يعني زي النهاردة بالزبط من اسبوع توج الالي بالبطولة الرقم 12 من دور ابطال افريقيا البطولة الغالية اللي حقاها النادي الالي خلال هذا العام نكمل مع بعض ونشوف الاحتفالات ونشوف كمان السوشيال ميدا بتعامل ازاي مع هذه البطولة سبورة 360 مصرية بتقول اكثر لاعبي الالي مساهمة في عام 20-24 وسام ابو علي في القمة 8 مساهمات تهديفية بالاضافة الى 6 مساهمات لامام عشور و6 مساهمات ايضا لانتوني مودست يمكن دي ابرز الارقام اللي معانا النهاردة بالنسبة للسوشيال ميدا والارقام اللي موجودة في سبورة 360 مصرية طب نروح بعد كده ونشوف اللي معانا حساب كورا بلاس بتكلمه لان فيه عرض من موناكو ولكن موناكو النهاردة لكورا بلاس في تصريح لكامل شنيبة المنصق العام لفريق الكشافة بنادي موناكو الفرنسي قال ليست هناك مفاوضات لضم عبد المنعم كل ما يقال حول دخول موناكو في مفاوضات مع الاهل لضم مدافعه محمد عبد المنعم غير صحيح ومجرد شائعة دي خبر جاي من واحد مسؤول في فريق الكشافة في منادي موناكو الفرنسي تعليق عن الأخبار اللي انتشرت ان فيه عرض لعبد المنعم من موناكو على فكرة وده معلومات عندنا احنا كصحفيين بنحاول برضو نسأل ونشوف الموضوع بالزبط فيه شركة بتشتغل لعبد المنعم بقالها فترة والشركة دي بتحاول تجيب عروض رسمية ودلوقتي لسه موعيد القد ما بدأتش في الدوريات الأوروبية ولكن الشركة بتشتغل على تسويق عبد المنعم في أوروبا مش في الخليج على فكرة يعني الناس قالت ان فيه عرض خليجة لعبد المنعم عبد المنعم مش علاق في الخليج عبد المنعم لو ما فيش عرض أوروبا هيكمل في الأهل وفيه تفاهم وتجانس كبير جدا في التعامل بينه وبين النادي الأهل ولكن فكرة أن فيه عروض رسمية جد الوقتي رسمي لسه فيه اتصالات بالتم وارد أن يكون فيه اتصالات وفيه أندية تابعة عبد المنعم ده أكيد لأن فيه شركة انجليزية بتشتغل على تسويق منعم في الفترة اللي جاي ووقت ما يكون فيه عرض رسمي وعلى فكرة لو الأهل شايفه مناسب لللاعب والنادي الأهل مش هيمنع فيه زي ما حصل مع كذا العيب الأهل على فكرة صدر قبل كده العيبة كتير للأندية الأوروبية والدوريات الأوروبية ما عندهش مانع ولكن بما يتوافق مع مصلحة اللاعب ومصلحة النادي لكن أول حاجة اتقالتها هو في مصدر في موناكو كنفى هذا الكلام وقال إن الكلام ده لسه مش حقيقه وهو كامل شنيبة المنصق العام لفريق كشافة في موناكو طيب حساب في الجول النهاردة ألقى الضوء على مفاوضات للنادي الأهل مع كوناتي اتقال كلام كتير جدا في الفترة الأخيرة على محمد كوناتي وإنه أحد اللاعبه أن النادي الأهل بيفقر يضمه عشان يدعم بها صفوفه عشان بطولة الانتر كونتيننتل وكأس العالم أو مونديالي الأندافة أمريكا النهاردة موقع في الجول قال إيه؟ محمد كوناتي يحظى بإعجاب كولر وتأييد لجمة التخطيط وشركة الكورة كمان لكن الأهل يريد التأكد من رغبة اللاعب أولا في الانضمام للفريق خاصة في ظل امتلاكه عروض أوروبية وبعد كده هيدرس مطالبه المادية وكيفية التوصل الاتفاق مادية مناسب الأهل عايز دعم خط الهجوم بمهاجم مميز من أجل المنافسات الدولية في الفترة اللي جاية برضو بقول لحضراتكم السنة اللي فاتت زي اليومين دول كانت فيه أسام كتير بتتردد ووقتها أنا فاكرت قال ده بصه الودات جايب مين وبصه الترجي جايب مين والأهل ما عندوش لس حرب في النهاية النتيجة إيه؟ دي كسب الأهل البطولة الإفريقية اللي في ناس بتخطط وبتشتغل فالأرقام والأسماء اللي هتسمعوها كتير ولكن في النهاية بص على النتيجة طالما أنت عندك ثقة في الإدارة والناس بتخطط بشكل كويس أكيد هتلاقي نتيجة جيدة فلسه الكلام على الصفقات مش هيخش التفاصيل الرسمية لديلوقتي ممكن مع نهاية شهر ستة مع وقل شهر سرعة ممكن تلاقي أسماء بتقترب هتلاقي أسماء كتيرة ولكن مع قرب موعد نهاية الدوري وفات حباب القيد هتلاقي القيمة بعد ما كان فيه عشر أسماء هتبقى خمسة هيبقى ثلاثة هيبقوا اتنين ومن فضل باللاعب والتاني وما تنساش التوقيت اللي انضم فيه وثام أبو علي هل اسمه وثام أبو علي قبل ما انضم للأهل كان بيتقال كتير لا فجأة اسمه وثام أبو علي ظهر في لحظة بقى لاعب في النادي الأهل ولكن قبل انضمام وثام أبو علي كنت بتلاقي أسم كتيرة جدا بتتقال وفي النهاية جي لعيب ما كانش أصلا اسمه مطروح على السوشيال ميديا عموما هنستنى ونشوف والأيام بتثبت لحضراتكم ان الناس بتكتهد ولكن الامر بعيد شوية طيب حساب الجول ايضا راح ليه موقع قناة الكأس القطرية واللي كتبت على حساباتها الرسمية وقالت ان الاهل قريب من ضم يوسف ايمن لاعب الدحيل لمدة موسمة على سبيل الار على فكرة يوسف ايمن هو لاعب بلعب في المنتخب القطري ومع الجنسية المصرية والجنسية القطرية وارد جدا ان يكون يوسف ايمن من الاسماء المطروحة وهو لاعب في نادي الدحيل القطري وارد ان يكون من الاسماء المطروحة ولكن هل تم التعاقد بشكل رسمي؟ لا هل كولر حدد احتياجاته بشكل رسمي؟ لا خدوا بالكم في نقطة تانية مهمة جدا عبد المنعم متكمل مع الاهل والاهل بيفكر في تدعيم المركز ده بلاعب ودلوقتي انت قدامك اسمين تلاتة هلا هتروح تجيب لاعب جزائري ولاعب قطري ولاعب تاني مثلا محترف او لاعب في الدور المصري اكيد لا هتحدد احتياجاتك على شكل القايمة اللي عندك لو القايمة المدافعين عندك فضلت زمهية للمسلم اللي جاي بوجود عبد المنعم ورمي ربيعة وياسر ابراهيم ومحمود متولي ادي اربعة لو محدش من الاربعة خرج هل هتدعم باثنين ولا هتدعم بواحد طب لو خرج منعم هل ممكن تدعم بواحد ولا هتدعم باثنين لسه الكلام مستمر ولسه المناقشات مستمرة ولكن ما فيش حاجة حسمت ولكن كلها اسماء مطروحة زي ما انتو سمعين واخبار بتتناثر من هنا وهناك نروح كمان لاخر حاجة في الترند الاهلي وحساب يلا كورة مصدر ليلا كورة مدافع الدحيل وافق على انضمام للاهلي وحسم الصفقة في يد كولر هنا كلام مختلف عن اللي موجود في موقع في الجول موقع في الجول قال لك ايه موقع في الجول قال انه اللاعب انتقل للاهلي على سبيل الاعرى وان اللاعب هيجي للاهلي على سبيل الاعرى لمدة موسي لكن موقع يلا كورة قال لك حاجة تانية قال لك هناك اعجاب كبير بامكانيات مدافع الدحيل يوسف ايمن من جانب مسؤول الاهلي الذين توصلوا مع اللاعب منذ حوالي شهر لاستطلاع رأيه في الانتقال للفريد الاحمر يوسف ايمن رحب بالانتقال للاهلي وابدأ موافقته على العرض المالي اللي وصل ليه من جانب القلع الحمراء ولكن هل الصفقة حسمت المصدر هنا اللي اتكلم مع الزملاء في يلا كورة قالوا له لا قال لهم لا حسم الصفقة سيكون في يد مرسل كولر الذي لم يمنح ادارة الاهلي قراره النهائي طب ادارة الاهلي ما خدتش القرارة النهائي من كولر هتتفاوض استحالة يبقى الكلام هنا معناه ايه نفس اللي انا بقوله لسه ما فيش حاجة رسمي ولسه فيه جلسة الكولر مع لجنة التخطيط مع النادي الاهلي وكولر سيحصل موقفه من ضم يوسف ايمن بالاضافة الى خمس مدافعين اخرين معروضين عليه يبقى لسه فيه كلام كتير ترجمة نانسي قنقر